أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه حياكم الله طلابنا العزاء في مساق الحديث الشريف وعلومه في جامعة الإسراء ومع الحديث السادس الحديث السادس رواه الإمام البخاري في صحيحه بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم والراوي الأدنى فيه اللي هو الإمام البخاري اللي هو راوي الحديث بسنده والراوي الأعلى وهو الصحبي وهو أبو فريرة رضي الله عنه وأرضاه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات ففي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم نبه المسلمين على سبعة أمور من الكبائر العظيمة التي يعني تكسب من يقع بها إثما عظيما وغضبا من الله سبحانه وتعالى فبدأ الناس بالسؤال حتى يجذب انتباههم فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر تمام وفي حديث آخر قال اجتنبوا السبع الموبقات طيب ايش هن السبعة الشرك بالله السحر قتل النفس أكل مال اليتيم أكل الربا الفرار يوم الزحف والاستهطار بأعراض المسلمين والتناول لهم اللي هو قذف المحصنات الغافلات طيب لذلك فعلى كل مسلم أن يجذب هذه الأمور السبع حتى يحفظوا الله سبحانه وتعالى لأن كثرة الذنوب تأتي بالسخط والنقمة الله عز وجل قال وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترا فيها ففاسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا في قوله صلى الله عليه وسلم اجي تانبوا أي ابتعدوا ابتعدوا وهو أبلغ من ابتعدوا النبي صلى الله عليه وسلم ليش ما قالش ابتعدوا أو يحذروا قال اجتنبوا الاجتناب قبل الوقوع في الشيء لماذا قال اجتنبوا لم يقل غيره إنه نهي القربان عن الشيء أوعك تقرب عن الإشي هذا أبلغ وأقوى من النهي عن المباشرة بالشيء والموبقات معناها السبع المهلكات يعني السبع حاجات إذا نعملوا بيهلكوا الناس أولا شرك بالله أيجعل لله ندا أو شريكا أو يتخذ إله غير ربنا سبحانه وتعالى تعالى الله عما يقولون علوا كثيرا لذلك فكان كل الأنبياء يحذرون الناس من الشرك حتى أن لقمان وهو يعظ ابنه فقال له لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم الله سبحانه وتعالى يغفر كل الذنوب إلا الشرك لا يغفره أبدا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالشرك هو أن يتخذ المشرك لله ندا سواء كان في الكفاءة في الكفاء أو في الشبيه أو في المثل أو في العدل أو الآلهة وهذا لا يصح أبدا والله سبحانه وتعالى تحدث في كتابه عن الشرك أن تدعو لله ندا أو النبي صلى الله عليه وسلم لمسؤل عن الشرك قال أن تدعو لله ندا وهو خالقك أو خلقك يعني شوف هنا في يعني استفهام ممكن نقول أو أمر إنكاري كيف أنت تشرك بالله سبحانه وتعالى هو اللي خلقك لأجل ذلك فالشرك هو ظلم عظيم والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال أهلا أنبيكم بأكبر الكبائر في إيش بدأ بدأ بالشرك لأنه من أعظم الكبائر ومن أعظم الذنوب التي يعصى الله سبحانه وتعالى بها الشرك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ولا يصح أبدا أنه المخلوق الضعيف بيشبه المخلوق بالخالق يعني مثلا المشرك بيجي بيقول مثلا بده يعبد بقرة أو يعبد كوكب أو يعبد له حجر صنم بيشبه المخلوق بالخالق هذا لا يصح لأن المخلوق مستحيل أن تكون أو تتوفر به صفاته الإله وصفاته الخالق والشرك نوعين شرك أكبر وشرك أصغر الشرك الأكبر أن يجعل لله ندا وأن يعبد غيره من حجر أو شجر أو شمس أو قمر أو نبي أو شيخ أو نجم أو ملك إلى آخره أو ملك هذا شرك كبير جدا ولا يغفره الله سبحانه وتعالى فإن مات مات كافرا وإلى النار أما الشرك الأصغر فهو الرياب الأعمال إنه والمسلم بيعمل عمل صالح بيكون نيتو إنه مثلا مش رضى الله سبحانه وتعالى نيتو أن يرضى عنه العبد أو أن يرضى عنه الملك أو القائد أو المسؤول فيوم القيامة يأتون إلى الله سبحانه وتعالى يطلب منهم أن يذهبوا إلى شركائهم إلا أشركوا فيهم مع الله سبحانه وتعالى يأخذوا منهم جزاءهم والنبي صلى الله عليه وسلم قال رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش بيبقى صايم لوجه الله سبحانه وتعالى بيبقى صايم فقط طقوس وتقاليد ويعص الله سبحانه وتعالى ورب قائم ليس له من قيامه إلا الصهر ممكن واحد يقوم يصلي لكن على الفاضي قمت تعبوا بس صهر لأنه لم يخلص نيته لله سبحانه وتعالى طيب ما هو السحر؟ السحر اختلف العلماء في تعريفه كثيرا ومنهم من جعله حقيقة ومنهم من جعله خيالات وأمور مجازية والسحر يشمل حقيقة ويشمل التخيل كما أخبر كثير من العلماء والمعاصرين لما عرف السحر قالوا هو عبارة عن أمور دقيقة مو غلافي الخفاء يمكن اكتسابها بالتعلم لما بده واحد يكون ساحر يتعلم السحر تعلم يعني بتشبه الأمور الخارقة للعادة لكنها ليست أمور خارقة للعادة إنما هي عبارة عن خداع وليس فيها تحدي مثل المعجزات أبدا وهي تجري مجرى الخداع والتمويه ولا تصدر إلا من نفس شريرة يلعب في عالم العناصر بتأثير مباشر أو غير مباشر في خداع في حيل وكذلك يطلق السحر على ضروب التخيل لا الحقيقة إنه ما فيه إيش حقيقي لكن هو خداع وتخيل ومنه من قال أنه هناك سحر حقيقي طبعا ضروب الخداع والتخيل إنه مثلا مثل ما حصل فيه زمن سيدنا موسى عليه السلام لما ألقوا حبالهم فخيل للناس أنها تسعى أنها تتحرك إنها حيات هذا طبعا غير صحيح لأنهم صحر أعين الناس في أعين الناس صار فيه سحر والتحكم للجان في أعين الناس فخيلوا للناس بعينهم إنها الحبال والعصي تتحرك وهي طبعا لا تتحرك طب إيش أنواع السحر العلماء قسموا سحر حقيقي وسحر التخيلي طبعا وهذان ليكونان إلا بملازمة الكفر والعبودية للشيطان يعني ما بيقدر السحر يعمل السحر الحقيقي أو التخيلي إلا أن يكون كافر وأن يكون عبدا وتابعا للشيطان وكذلك هناك السحر المجازي اللي مثلا يعني مثل الكلام الشعر البيان هذا يصحر العقول هذا طبعا يعني غير مهرم طيب السحر الحقيقي هو كل سحر كان له أثر حقيقي وملموس في الخارج طبعا هنا له أنواع النوع الأول إما يكون بيغيري معين خارجي يعني بتكون بهمة وقوة وقدرة السحر نفسه عنده قدرات روحية طبعا هذا السحر نفسه خبيثة نفسه قوية وخبيثة كذلك وفاسدة بيقوم السحر بأفعال مخصوصة وأقوال مخصوصة بتكون نفس الشريرة داخله وبأثر على الناس الثانين لكن إيه بقدرة الله ربنا سبحانه وتعالى بقدرته لكن ليست بقدرة السحر ولا يتم ذلك إلا بيعني أمور طلاصم غريبة واجتهادات وأمور عسيرة مثل تقليل الغذاء والانقطاع عن الناس وأمور طبعا تدخل فيها التلاصم التي لا تصح والنفوس الخبيثة هي تؤثر بإذن الله سبحانه وتعالى لكن لا تؤثر بقوتها تؤثر بإذن الله نفسه صلى الله عليه وسلم قال العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين هذا الحديث بدلل على أن همة العائن وقوة نفسه اللي بيحسد مثلا أو البصحر في الشارع الله سبحانه وتعالى جعل لها أثر كبير جدا في المصاب المعيون قال الله عز وجل فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه من شدة العين ومن شدة السحر ممكن أن يفرق بين المرء وزوجه يسبب الطلاق لكن وما هم بضرين به من أحد إلا بإذن الله باستطيعوشوا بقوتهم لكن بقدرة ربنا سبحانه وتعالى النوع الثاني وهو السحر الذي يستعان عليه طبعا بمعين خارجي يعني فيه سحر باستعانه بالشياطين شياطين الجن واتصال النفوس الناطقة بها والأمور طبعا ما بيسير اتصال بالجن إلا أنهم يقوموا بأمور شركية وأمور كفرية ونجاسات بيكتبوا كلام الله سبحانه وتعالى بالنجاسات هذا لا يصح وقتها بيتصلوا بالشياطين وهذا من الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى أو فيه منهم بيستعين بالكواكب والأفلاك والأجرام السماوية طبعا وفيه أنواع عدة هذا السحر فيه منه سحر الكلدانيين والكشدانيين هذولا كانوا يعبدوا الكواكب السبعة المتحيرة وهي سيارة كواكب تسير بتلف وكانوا بيعتقدوا أن هذه الكواكب السبعة هي التي تدبر شؤون العالم وأنها هي التي تأتي بالخير والشر وهذا حرام ويصح والذين كانوا يعني يعتقدون بهذا المعتقد هم أهل بابل الذين بعث الله عز وجل وأرسل إليهم سيدنا إبراهيم عليه السلام ليرد على كل إدعاءاتهم ويطمس شبهاتهم كانوا يزعموا أن الكواكب السبعة هي اللي بتدبر الكون وهي اللي بتجيب الخير وهي اللي بتجيب الشر وبيتبحوا ويتقربوا إلى هذه الكواكب هذا كله طبعا كفر بالله سبحانه وتعالى الطلاصم معناء النظر في حركات الأفلاك والنجوم وبتدور وبتطلع وبتغرب واقتران النجم مع النجم الآخر وافترق النجم عن النجم الآخر وبيعتقدوا أنه في هذا إله تأثير مرة بيجيب نفع مرة بيجيب ضرر مرة بترفع الأسعار وبتغلى مرة بيجي الخير وهذا لا يصحه أبلا النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد هذا لا يصح لأجل ذلك حرموا مسألة النجوم والأبراج إلى آخره القسم الثاني السحر التخيلي هذا السحر التخيلي بيقوم السحر بالسيطرة على قوة التخيل للشخص المسحور بيسير هو من خلال الجن أو أمور أخرى نفوس خبيثة طلاسم إلى آخره بيستطيع أن يتحكم في الأمور التخيلية فممكن يخيل المسحور أنه فيه حاجة بتتحرك وهي لا تتحرك وهذا ما حصل في زمن سيدنا موسى كان الناس يفكروا الحبال تأتي الصحرة بتتحرك وهي لا تتحرك هذا اسم السحر التخيل وهذا حرم أما قسم الثالثة وهو السحر المجازي الساحر بيقوم مثلا بتفريق أشياء واللي بتطلع عليها فكرها تفرقت لكنها غير متفرقة هذه بتدخل في الخفة اليد وفي الخداع وهذا طبعا يعني ما بدخل فيه يعني أمور محرمة إلا أشياء خفيفة جدا أو مثلا البيان إن من البيان لا سحر أنا بسى صلى الله عليه وسلم قال يعني واحد بيجي بيخطف في الناس وبيحكي أشعاره سجع إلى آخره فبيصح القلوب وعقول الناس وبينبسطوا منه وبينجذبوا إلهم هذا طبعا يعني يصح طب إيش حكم السحر طبعا السحر هو حرام شرعا وهو من أعظم وأكبر الكبار التي تدخل صاحبها النار وتعلموا السحر وتعليموا حرام والعلماء تحدثوا عن قصة هل يجوز تعلم السحر أو تعليمه طبعا العلماء منهم اختلفوا في المسألة منهم من حرم تحريم قطعي وكامل تعليم السحر ومنهم من من قال إنه بصح إنه المسلم تعلم السحر عشان يساعد المصحور يفك عنه السحر لكن قالوا إذا كان في تعلم السحر في كفريات وشركيات كذلك لا يصح طيب إيش حل مشكلة السحر في حاجة اسمها النشرة وهذه قسمين يعني خلينا نقول يعني زي الرقية لكن هذا القسم الأولى أي القسم الأول هو المقصود بالرقية إن تكون من القرآن الكريم آيات وأدوية شرعية وأدوية مباحة فيش فيها مفسدة وفيها مانفعة لكن هذه تصح أما النوع الثاني وهو النوع المحرم إنه بيكون فيه سحر إنه يحل سحر بسحر وهذا لا يصح والعلماء اختلفوا قلنا إحنا منهم من طبعا قال إنه لا يجوز لك أبدا أن تقوم بمعالجة سحر بسحر لأنه من عمل الشيطان ومنهم من قال إنه بجوز لك مساعد المسلم ما لم يكن فيه شركيات والأفضل والأحوط أنه لا يجوز معالجة سحر بسحر طيب إيش حكم الساحر النبي صلى الله عليه وسلم حكم على الساحر بالضرب بالسيف يعني تقطع رأسه يقتل طيب هل يجوز أن يستتاب الساحر طبعا لا يجوز يعني سيدنا عمر وحفصة وكذلك بعض الصحابة حكموا على الساحر أنه يقتل مباشرة ولا يستتاب أبدا هذا هو حد الساحر طيب قتل النفس التي حرم الله عز وجل إلا بالحق هذا من إحدى الكبائر لا يجوز للمسلم أن يقتل أخاه المسلم وتحدثنا في مسألة القتل يعني باستفاضة في الحديث السابق الذي شرحنا في المحاضرة سابقا ولا يحق أن يقتل المسلم إلا بواحدة من ثلاثة إما قصاصا حد القصاص أو يكون زاني محصن أو يكون مرتد عن هذا الدين ولا يقوم بهذه العقوبة إلا الحاكم أو القاضي كذلك من الكبائر التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم وحرمها الله عز وجل وهي الربا الربا أنه يرب في أموال الناس يأخذ من أموال الناس أمور وعوض طبعا غير مستحقة له يعني بغير حقها أبدا هذا لا يصح أبدا والعلماء تحدثوا أن المال الذي يكون فيه الربا الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر والمالح لأنها وردت فيه الأحاديث النبوية لكنها محمولة على المال بشكل عام وعلى الأمور بشكل عام طيب ليش علة الربا الوصف الذي إذا وجده في المال كان مالا رباويا أنه فيه عوض يجيت أنا مثلا استدنت من شخص ألف دولار قلي بتسدها ألف ومية وألف ومتين هذه الزيادة هذا حرام طبعا الربا أنواع فيه ربا الفضل اللي هي الزيادة زي ما تحدث تلكه أنه يبيع مثلا قمح متقمح بمدين قمح من نفس الأشي أو مثلا أبيع شغلة بأمور مثل الحمول رب العالمين طيب وهذا حكمه حرام شرعا فيه ربا النسيئة أنه التأخير فيه الدفع بيقول له اشتري مني مثلا السلعة هذه هذه السلعة حقها مثلا عشر دنانير لكن عشان بدك تسدها متأخر بتسدها بـ 12 دينار أو بـ 15 دينار وهذا لا يصيح أبدا وكذلك ربا اليد ربا اليد هو أن يبيع المال الربوي بآخر فيه نفس العلة لكن دون أنه يشترط في ذلك أجل فيش يعني موعد معين بنفس العقد ولكن يحصل التأخير بعد ذلك في قبض البدلين أو أحدهما عن مجلس العقد بالفعل لهذا سيدنا عمر لما ذكر الحديث عن نفس صلى أنه بكل أنواعه الربا محرم يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين والله الله سبحانه وتعالى كتب العقوبة للمرابي قال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطوا شيطانهم من المس هذا بيكون يوم القيامة لما يقوم الناس من قبورهم مش الناس تقوم من قبورهم يركضون كأنهم صراعا إلى نصب يفضون لكن الذي كان يتعامل بالربا يقوم من قبره زي المصروع من الجن يعني يمشي ويقع يروح يمي يروح شمال لأنه كان يأكل الربا واللي بيأكل الربا كأنما يأكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا سيدخلون نار جهنم والعياذ بالله عز وجل ننتقل الآن إلى الكبيرة التي تتعلق في أكل مال اليتيم اليتيم هو من مات أبوه وهو دون سن البلوغ هذا من الإنس لكن البهائم من ماتت أمه وهنا طبعا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التعدي على مال اليتيم طب ليش النبي صلى الله عليه وسلم قال أكل مال اليتيم لماذا لم يقل نهب مال اليتيم أو غيره إنه الأكل أعم وجوه الانتفاع بهذا المال وأكل مال اليتيم هو من الظلم العظيم الله سبحانه وتعالى قال إن الذين أكلون أموال اليتام ظلمة إنما يأكلون في وطونهم نار وسيصلون سعيرا طب إيش هو السر في ذكر مال يتيم ليش ما قال مال الناس بشكل عام ليش خصص اليتيم لأنه اليتيم لا يستطيع الدفاع عن حقه غالبا لأنه أبو مات اللي كان إله على السلطان مات والولي على مال يتيم ممكن يكون طمعا في مال اليتيم لأنه النفس أمار بالسوء واليتيم لا يستطيع يدافع عن نفسه ويعيد حقه بالأخص إذا كان سفيه أو ضعيف أو إنه كان صغير لم يبلغ سن البلوغ لذلك النبي صلى الله حبب الناس ورغبهم بحفظ مال اليتيم قال أنا وكاف اليتيم كهنتين في الجنة وأشار بسبع السباب والوسطى لذلك النبي صلى الله حرم أكل مال اليتيم طيب هل إنه من أكل مال اليتيم يدخل فيه الولي كمان اللي بكون ولي على اليتيم وعلى مال اليتيم لأن الله سبحانه تعالى قال ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف يقول لك خلص يعني الولي على مال اليتيم إذا كان فقير بيأكل لكن بالمعروف بحد ما يعني يسجوع ومن العلماء من قال إنه لا هذا الكلام يعود إلى اليتيم يعني اليتيم لو كان غني وانت ولي على ماله بتعطيه بس يعني بتعطيه حبة حبة مش يصرف بالمال وإذا كان اليتيم فقير بتعطيه إلى حد يعني كفاية حاجته طيب طب هل إنسان هل يجتنب الإنسان اليتيم وطعام اليتيم حتى وإن كان في ولايته يعني كان مثلا واحد ولي على يتيم واليتيم عايش عنده بين أولاده هل إنه أبعد عن من اليتيم طب هذا اليتيم بيأكل بيشرب مع الولي وبيكلف الولي في هذه الحالة الولي بيقدر قديش بيأكل قديش بيستهلك وبيأخذ على قدهم فقط لكن إذا زاد طبعا هذا يأثم عليه إذا زاد عن حد هذا يعني يسمى من الموبيقين نعوذ بالله أن نكون منهم طب إيش عقوبة أكل المال يتيم أكل المال يتيم يوم القيامة بيجي بيخرج من فم وعني وأنف أذني نار فالناس يوم القيامة لما ينظروا إليه يعرفون أنه هذا كان آكل لمال اليتيم طيب إيش يعني إيش هو الأكل بالمعروف لما يقول فليأكل بالمعروف ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف الأكل بالمعروف أقوال أنه الأخذ على وجه القرض يعني أنت وليه لليتيم ومع كاش مثلا فلوس أو تستطيع أنك تصرف عن نفسك أو على اليتيم بتأخذ من هذا المال اقتراض يعني دين وبترجع ومنه من قال الأكل بقدر الحاجة من غير إصراف إنك خلص مش قادر مع كاش مال بتأكل بقدر ما يسد حاجتك من غير إصراف ومنه من قال أن يأخذ بقدر إذا عمل اليتيم عمل يعني أنت بتخدم من اليتيم بتأخذ أجرك كأنك أنت حافظ اليتيم أو بتخدم اليتيم أو بترب اليتيم ومنه من قال إنه الأخذ عند الضرورة فإن أيصر قضى يعني أنت عند الضرورة الملحة بتأخذ من مال اليتيم لكن لما ربنا سبحانه وتعالى يوسع عليك بتسد إلا أخذته إلا إذا ما كنتش قادر إنك تسد طيب متى يدفع المال إلى اليتيم هل قد في عندنا يتيم صغير وكان عنده مال والولي حافظ على هذا المال المال يدفع اليتيم إذا بلغ الرشد والرشد هو منهم من قال الصلاح في العقل والدين يعني يكون بالغ وعنده عقل وبفهم وبعرف الدين صح إلى آخر يعني يكون كبر ومنهم من قال الصلاح في العقل وحفظ المال يعني هو عنده عقل صح لكن يستطيع أنه يحفظ مال ومش بيأخذ كل المال وبروح ببعزق المال وبيسرف وبيضيعه مرة واحدة لذلك قال أحد المفسرين أن الرشد يعني الرشد في العقل يعني يكون عاقل بيقدر أنه يتحكم بنفسه ما يكونش سفيه ما يكونش مجنون ما يكونش حتى لو كان كبير ما يكونش طبعا عنده سفاهة ولا يستطيع أن يتحكم بهذا المال طيب كذلك من كبائر تولي يوم الزحف الزحف اللي هو القتال يوم يكون مثلا استحام بين طائفتين طائفة مؤمنة قتال طائفة يعني كافرة أو مشركة إذا هرب المقاتل من أرض الميدان المسلم فهذه تعتبر من الكبائر التي يعاقب عليها يوم القيامة كذلك قذف المحصنات المؤمنات الغافلات لا صح وهذا طبعا من المحرمات ومن الكبائر العظيمة طب ليش قال قذف المحصنات المؤمنات قال لك المؤمنات المحصنات يعني مش المعروف فيها من المتزوجات لا المحصنات يعني هي عليها حصن الإيمان يعني بشكل عام المؤمنات طب وقال المؤمنات لأنه قذف الكافرات ما بيكون من الكبائر بيكون من الصغار هو لا صح القذف أبدا لكن قذف المؤمنات من الكبائر أما الكفرات من الصغائر ومن قذف مؤمنة أو مؤمنا فعليه طبعا التعزير يعزره الحاكم طب لماذا قال الغافلات الغافلات معناه هنا يعني البريئات البريء يكون غافل عما رمي به من الزنا أو بهت به من الزنا فكون عنده غافل عن هذا الأمر وهذا اتهام عظيم طيب إيش هي شروط الإحصان لما يقول قذف المحصنات الإحصان ورد على خمسة أقسام الإسلام منه من قال العفة والتزويج والحرية والنكاح خمس أشياء وقال آخرون إنه إحصان مقذوف بكونه مكلف يعني هو مكلف عاقل بالغ مسلم حر عفيف عن الزنا طاهر النفس فيه يعني خمسة شرائط كل يدخل تحت قوله الذين يرمون المحصنات طيب إيش حكم قذف المحصنات العفيفات طبعا المحصنات مش فقط المتزوجات كما قلنا المؤمنات بشكل عام حكمهم إنهم لازم يؤتوا بأربع شهداء اللي قذف واتهم واحدة أو واحد بالزنة لازم يجيب أربع شهداء والأربع كل واحد يجلس معه جلسة خاصة نستمع عن فراد من الأربع إذا كلهم توافقوا شاهدوا إنهم رأوا الشيء خلاص لكن إذا صار خلاف أو لم يأتي بأربع شهداء فحد القاذف ثمانين جلدة وبعد ذلك لا تقبل له شهادة أبدا خلاص صار فاسق وكذلك الله سبحانه وتعالى لعنهم في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا عظيما طب هل الرجال يدخلون في حكم يعني المؤمنات هنا مثلا قذف المحصنات المؤمنات الغافلات يعني ممكن البعض يقول القذف هذا فقط بالمؤمنات أما قذف رجال يجوز طبعا هذا لا صح إنه كلاهما على حد سواء وحد القذف طيب هل هو في الزنة خاصة أم بكل شيء سارقة واحد اتهم امرأة أو رجل بالسارقة أو اتهمه مثلا بالكذب إلى آخره هنا الحد خاص بالزنة اللي ذكره في القرآن الكريم ثمانين جلدة وفش شهادة وفاسق ولعنة في الدينة والآخر هذا فقط بالزنة أما غيره من الأمور فهو طبعا من المحرمات يعتبر ويعزر عليه طيب ممكن يسأل واحد يقولنا طب هل الكبائر فقط سبع النبي قال اجتنب السبع الموبقات طبعا ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم لسبع موبقات يعني إنه يكون وقتها اللي وصلوا من الله سبحانه وتعالى سبع أنواع من أنواع الكبائر تحدث عنها اللي وصلوا من الوحي لكن الكبائر كثيرة أكثر من ذلك بكثير ومنهم من أوصلها إلى سبع نوع ومنهم من أوصلها إلى سبعمئة نوع من أنواع الكبائر ومنهم من وصلها إلى أحد عشر نوع هناك كبائر كثيرة قول الزور من الكبائر زين الرجل بحليلة جاره من الكبائر عقوق الوالدان من الكبائر يمين الغموس من الكبائر الحكم بغير ما أنزل الله من الكبائر كثير من الأمور تدخل في الكبائر إذن هي غير محصورة بسبع أمور هي سبع أمور اللي يعني الله سبحانه وتعالى بلغنا بوقتها بتبليغها للناس لأهمية ذلك لكن الكبائر أكثر من ذلك بكثير إذن نحن نستفيد من هذا الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الناس من الوقوع في الكبائر وفي الإشراك بالله والسحر إلى آخره لأن النبي صلى الله عليه وسلم حريص على أن تكون هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس النبي صلى الله عليه وسلم حريص جدا على نجاة أمته يوم القيامة وأن يكون من أصحاب الجنة لذلك حذر الناس من الوقوع في كل الأمور التي توجب عذاب الله عز وجل وغضبه إلى هنا أصل إلى نهاية هذا الحديث أقول قبل هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته